السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر اللي ما راح تشوفوا معايا في ديليس ديواليد وصفة بوراك بلجاج والبيش عمل على بار يبالك كاين بزاف من الناس اللي عارفوا هات الوصفة هادية كاينة واحد المشتركة دايما تكتب لي تقول لي تدرلي الوصفة بوراك بلجاج والبيش عمل حبيت لبيل هالطالب وهات البوراك يجي خفيف بزاف هنحب نديرو في رمضان يجي ببنين راح نخليكم تشوفوا الوصفة ومتمنى تعجبكم بيانسو البوراك يعني في غلها فارس اللي نحن نجدوها الديول ما كاشدوك لاني اللي بلي بارت ع الناس يشعروهم كاين ناس اللي حضرون في الدار وانا حد درت ديجا وصفة تع الديول وحطيتها راي في القناة بزاف يعني من المشتركين سياوها ونجحت لهم اللي حبي شوف الوصفة تع الديول تاع يكتب ديول تاع اللي ديليس ديول اللي دي خارجوا شوفوا هنا بديت بالبصل درت زيت ودرت البصل حبة تاع البصل تكون شوية كبيرة وعندي الجاج اللي يكون ديطرونش وقطعت ويعني ديطرونش وستقطعتهم شوية ونحطهم مع هاد البصل هادا راح نتبلهم ملح في الكحل توم بودر انا دايما استعمل توم فليفارس على بيب اللي يزيد في البناء ونحب البنات على توم هنا في الماكلة ونخلي الجاج تاعي نقلبه شوية بعد نخليه حتويني يشوف واخله تانيك يزيد يتحمر شوية على بالكم الجاج واللحم يتحمروا شوية وهذا كل ساق اللي يلسقوه شوية في المغلة راح يزيد في البناء كمقتلكم راح نخلي ديوك الجاج تاعي يطيب حتويني يشوفو يتحمر وما بدراه يطيب راح نحضره البيش عمل البيش عمل البيش عمل اللي هنحضرها كما يعني تتحضرت على الصحة الوصفة تحا كهين ناس دوك اني نشوفها مكامل يشيرو هادوك ليساشة تعلق البيش عمل يعني سهل البيش عمل ومامتع الدار جي ابنينه اناش بريفار نحضرها في الدار نحكم الكاثرناتها راح ندل فيها مغرفة كبيرة يتكون معمر مليح تاع مارغارين راح نخليها حتى وندوب مارغارين وبعدها راح نجيب الفارينة حاولي الزوج مغارف كبار يعني ديروا انتم مع عينكم ميزانكم ما لازمش تولي ناشفة ما تنشفوش كامل هادوك تشكلكم كشغل عجينا ما تكون طريه يعني تكون رايحة شوية للجارية وينسر كي تزيد الفارينة خلطوها مليح فوق النار لازم الفارينة نطيبوها شوية فوق النار باش ومبعد راح نضيفو الحليب ماشي دير اكتومه يعني غير تشكلنا العجينا نضيفو الحليب لا لاخلطوها شوية واحد دقيقة كده فوق النار ومبعد نضيفوها الحليب الحليب على بالكم الابي شامل اللي راح نديروها في الفلافارس ماشي بي شامل اللي راح نديروها في قراطن الابي شامل اللي راح نديروها في قراطن جي شوية خفيفة هذه لازم نديروها اتقيلة اكدك باش تحكمنا مع هاداك الجاج وتشدنا باش نديروها في الديول اسما راح نضيف الحليب حوالي 250 مليلي لتر حتى 300 مليلي لتر هي في الصح يعني لو كان نزع ما راح نديرها قراطن ندير 500 مليلي لتر حليب وانا توجي ندير عيني الميزاني ما عندي شديدها نقيز في البي شامل نضيف الحليب ونشوف كي تعقد لي حقدت لي بزاف نزيد لها شوية حليب ونشوف يعني هنا نتحكم في القاومة على الابي شامل تهي كما هنا قلت لكم يعني راح ندير حوالي 250 حتى 300 ملي لتر حليب ثم شوفوا لازم تكون تقيل الابي شامل وانكم من نخلط يعني غير نضيف الحليب خلطه مليح بالفوي يعني رابيد مو هكدك باش تتحل هذه العجينة هذه الفارينة اللي درنا مع لي دام تتحل كامل في هذا الحليب نكم نخلط حتى يوم نتعقد لي وان بعد كي تعقد لي نطفي عليها النار راح نتبلها بالملح فلفل كحل والإضافة دايما نضيفها شوية تعتم بودر راح يزيد لها تانيك في البنة وراح ندير تانيك للفرماج عندي 50 قرام تاع فرماج لهذا الفرماج الطريق اللي نستعمله نديروه باش يزيدنا تانيك في البنة ويدح قدرتو تانيك نديرو شوية فرماج رابي تانيك راح يعطيها واحد اللي بدناها هايلا هانا هاي لاصوس بشامل تعيرها هي سخونة راح نخلطها باحتويني دوبلي كاملا ذاك الفرماج فيها كي يمزف انواع تاع فرماج كي يجي سرتدوك على بلكم كي يمبرو بلام كبير تاع الفرامج في التزاير يعني باش تلقى النوعية ملايحة تاع الفرماج ولا يعني باش تلقاه الفرماج تاع الصح بالسيف يعني خاطش دوكة ولا يديرو هادك تحضيرها جبنية لما فيها احتبنة وما فيها احتف فايدة للصحة يعني لجسم تاع الانسان سما تلقاه يعني الفرامج اللي ما يدوبو شي جوية بسين هذي يعني راجعة لنوعيات هالفرامج اللي راهم يدورو اهنا شوفوا معاها كنت الجاج يعني رحيتو نحيتو بعد ما طابل درتو في الاشوار رحيتو شوية ولا تحبو تفتوها باليد انا نفضل هاد طريقة السهلة وله لها نكمل هاكده وبعد ما نرحيها رح نضيف مع هذيك الاصص بيش عمل اللي كنا حضرناها ونخلط ملاحة وان يدخل يعني نساجم هادك الجاج مع هذيك الاصص بيش عمل نروح ودوك لطريقة تشكيل تاع البوراك باين يعني طريقة سهلة المعروف هذيك تاع البوراك اللي نديروها دايما اللي يجي طويل هكدك بودا يعني على شكل بودا طويل نحط الورقة تاع الديول تاعي ندير لها الحشو تاع البشامل بالجاج اللي كنا حضرنا ونديرو للديول تاعي ونحضر كامل حبات تاعي ومن بعد اراح ندير زيتها تاعيت سخون باش نبدأ نقله في البوراك تقدروا مام نديرو يعني اللاففورم هذيك تاعيك اللي يجي على شكل متلت جي تاعيك شابه في البوراك ويجي الحبات يعني صغار ميجوش ميجوش مع مرين بزاف ميجوش يقاموا هذي كدول حبها لشكل متلت تجي خفيفة مجيش يعني تقيلة كما لشكل هذا دا هآك ده بعد ما شكلت كامل حبات تاعيب بوراك حطيت زيت هاي تسخون وكي ما علي ب logarكم يعني الزيت تعالبوراك يعني تكون شوية زايدة النار تحى هكذاك فيما تشرب الناش في البوراك تعنا ما يشربش بزاف الزيت نحط الحبات تعالبوراك نخليهم يتقلوا وحتى يوم يتحمروا يوم الجهة الحتانية باش نقلبهم ونخليهم يتحمروا ملجاها الاخرى ومن بعد تحمر البوراك كامل سننحى ونقطرهم هذا الزيت ونضعه فوق البابي أبصوربونه باش نسيه ونقصه الكمية كبيرة من هادك الزيت تعاليق لنا في البوراك واقدر رح يكون البوراك تعنا واجد بوراك بالجاج والأصص باش عمل اللي كنا حضرناها هاولي كيمشته سهل بزاف ويجي بزاف بزاف بنين وخفيف سورته يعني يجي خفيف كيمقتلكم اللي ما يحبش البوراك اللي يجي هادك تقيل ويكهم يجرب هدايا بزاف هايل ان شاء الله الوصفات تكون نالت اعجبكم اذا عجبتكم بتنسوش تديرو الناجم تابوني وتفعلوا الجرس باش لحقوكم الوصفات توعي تلقاو تحتى في صندوق الوصف الانستغرام من غروب فيسبوك ولا باش فيسبوك تعيه تدخلوا اابوني ولتمكدك باش تلحق لكم جديد لحقنا نهاية الفيديو بقالي غير نقول لكم تهلا في ارواحكم اسمنا الوصفات توعي وصحاف بوركم